تلك المباملات الفارغة وظن بلحظتك ويومك وليلتك وأقبل على شأنك فإن العمر قصير ولن ينفعك أحد لأنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك أنت مسؤول عن عمل استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه ولا تكن كمن إذا جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات قال رب ارجعون ولماذا يعود ويرجع هل يبني داره ويؤسف مسكنة يعني لماذا يريد أن يعود لماذا يريد أن يرجع ليعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما ترك فأنت الآن هنا هنا يعني أنت ستصير إلى حال تقول فيها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فأنت فيها لأنك لم ترجع وأما الآن فأنت فيها فهذا والله لا يفرص فيه إلا مجنون السكيه هو الذي يفرص بهذه يأتي عليه حال بعد يقول أرجعني لأعمل صالحا أرجعني إلى الدنيا لكي أعمل الصالحا فأنت في الدنيا ما أعمل الصالحا وأنت لا تطلب الرجعة والأمر قريب لأنك لن ترجع الرجعة مستحيلة والعوض بعيد فأعمل لهذا اليوم واستعد له واعلم أنه لم يصوم عنك أحد ولن يصلي عنك أحد فأعمل لنفسك وظن بحياتك الأخرى لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الكافر يوم القيامة يقول متحسرا يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها هذه ما هي ليست بحياة هذا كالخيال هذه الدنيا كالخيال الزائل وكالطيفي الحائل وكالبرق العابر لا تبقى إن أردت أن تبقي هذه الحياة وأن تظل فيها قائمة فجرب أن تقبض على الماء لا تستطيع فالذي يريدها باقية عندك فخابض على الماء خانته فروج الأصابع يريد أن نخرج من مغاضعاتنا ومما قد ألفته نفوسنا فيما يتعلق بأوقاتنا علينا أن نضم بالحظاتنا ودقائق وتواني حياتنا طلاب العلم خاص هم أولى الناس بالحرص على الوقت وابن الجوزي رحمه الله تعالى لما روى حديث إبراهيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أقرئ يا محمد أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان جمع قاع وهي الأرض الفلاة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فكلما قلت هذه الكلمات الباقيات الصالحات غرست لك في الجنة نخلة فقال ابن الجوزي رحمه الله معلقا سبحان الله ما أكثر ما أضعنا من النخ بأمر يسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولكن أن أعبر المخذولين أسأل الله أن لا نكون منهم فإن الإنسان يعلم الخير وهو على يقين من طريقه وبصيرة من سبيله ولكنه لا يستطيع أن يتحرك إليه حركة واحدة ولا أن يخطوى نحوه خطوة واحدة لأن الذنوبه قد قيبت ولأن آثامه قد أوتقت فإنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما بصرنا به